اشتركوا في القناة بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية حيث تهدف هذه التعليمات لتحديد الإجراءات والقواعد الخاصة ببرنامج التقاعد الاختياري والمطروح لمرة واحدة فقط وذلك لإعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في هذا البرنامج تنفيذا لبرنامج التوازن المالي والهادف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 أعلن ديوان الخدمة المدنية التعليمات الخاصة بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي القطاع العام بهدف إعطاء موظفي الحكومة الفرصة لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي من خلال تقديم حوافز مالية للمشاركين في البرنامج وسيطبق برنامج التقاعد الاختياري على الموظفين البحرينيين الراغبين بالاستفادة من البرنامج على أن يكون موظفاً بجهة حكومية خاضعة لدوان الخدمة المدنية وأن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن عشر سنوات أن لا يكون الموظف من شغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إضافة إلى عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف هذا ويتضمن البرنامج إضافة إلى المعاشي التقاعدي العديد من المزايا حيث سيتم ضم خمس سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية ومبلغ نقدي يعادل تكلفة شراء خمس سنوات افتراضية وكذلك ترقية نهاية الخدمة بحسب تعليمات الخدمة المدنية إلى جانب جميع الحقوق التقاعدية مثل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشي التقاعدي ومكافأة الخدمة الحكومية أما آليات الاستفادة من التقاعد الاختياري فيمكن للموظفين الراغبين بذلك تقدم بطلب المشاركة في البرنامج عن طريق الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية خلال الفترة المقررة للبرنامج ما بين التاسع من أكتوبر الحالي ولغاية الثامن من نوفمبر المقبل حيث ستقوم الجهات الحكومية باختار الموظفي بالنتائج واقتراح تاريخ إنهاء الخدمة لمن سيتم الموافقة على إنهاء خدماتهم خلال أسبوع من تاريخ استلام النتائج من ديوان الخدمة المدنية برنامج طموح وواعد يهدف لإعطاء الفرصة لموظفي القطاع العام لدخول مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي والاستفادة من خبراتهم في رفض القطاع الخاص بطاقات خلاقة ومشاريع ريادية جديدة تساهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين التنموية وأن يكون المواطن بالفعل محرك التنمية وهدفها الأول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من جديد أهلا بكم ينضم إلينا من المنامة عبر الساتيلايت رئيس ديوان الخدمة المدنية سعادة الأستاذ أحمد الزاير أستاذ أحمد بن ساك الله بالخير حياكم الله حياكم الله حابين نتعرف على الهدف الرئيسي من مبادرة التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة هذه المبادرة التي وردت ضمن برنامج التوازن المالي للحكومة مؤخرا نعم أو شكرا على هذه الاستضافة بداية هذه المبادرة مبادرة التقاعد الاختياري هي من ضمن ست مبادرات من برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تخفيض المصرفات وزيادة الإرادات إن شاء الله يكون التوازن المالي بحلول 2022 وكذلك من أهم هداف هذه المبادرة على هو أن يدخل الموظف الحكومي إلى مجال ريادة الأعمال بل قطع الخاص ليساهم ويكون محرك للتنمية الاقتصادية في البحرين بإذن الله جميل أستاذ أحمد تم تحديد عدد من الشروط التي يجب توفرها في الموظف الحكومي للحصول على هذا الامتياز بالتقاعد الاختياري هذه الشروط كانت أن لا تقل خدمتها عن عشر سنوات أن لا يكون من شاغل الوظائف العليا وأن لا يعود إلى العمل مرة أخرى في الحكومة لماذا وضعت هذه الشروط ولماذا لم يكن التقاعد الاختياري متاح للجميع هو شبه متاح للجميع لكن الوظائف العليا هي يعني إذا أطلقت في قانون الخدم المدنية يقصد بها فقط المدراء والوكلاء المساعدين والوكلاء فقط وهي وظائف قليلة أما لماذا لم للجميع اللي أقل من عشر سنوات لأن من ضمن البرنامج أنه لم نجد في فقرة أن يحصل الموظف على تقاعد أو قصلي معاش تقاعد إلا بالموادة 15 في قانون التقاعد الذي هو يمنح لإلقاء الوظيفة من يكون له عشر سنوات فعلية في الخدمة المدنية فكان لا مناص إلا أن يكون الموظف فعلا له خدمة عشر سنوات فعلية في الخدمة المدنية في الحكومة على أساس أنه يحصل على معاش تقاعدية وإلا بعدم هذه السنوات لن يحصل الموظف ولن يكون محفز لها للخروج للتقاعد فهي القضية القضية متاحة للجميع يعني بجميع الموظفين في الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لكن كما تفضلت أن يكون عشر سنوات فعلية في الحكومة حتى لو كان من وزارة إلى وزارة خدمتها شاملة من عشر سنوات وأكثر وأن لا يكون من وظائف العليا له المدراء والوكلاء المساعدين والوكلاء وأن يكون من ضمن الهيئات التي خاضعة لقانون الخدمة المدنية وأن لا يرجع الموظف إذا خرج لا يرجع لا بتوظيف جزئي ولا بتوظيف دائم نعم نعم وهذه الشيط أيضا وضعت حتى يعني لا يقع الصندوق فيما يعرف بها العجز الاكتواري الآن ما هي المميزات التي سيحصل عليها الموظف في حال تقدم بطلب التقاعد الاختياري هذا المبادر وهذا البرنامج يعني أعطى يعني يعني مبالغ تحفيزية للموظف للخروج وذلك أول شيء كما أسلفت أن حسب المدى الخمسة عشر قانون التقاعد الذي يخرج من التقاعد بالقاء الوظيفة يحصل بقوة القانون يحصل على خمس سنوات مضافة هي سامسة أمون خمس سنوات اعتبارية مضافة إلى خدمته الفعلية هذه أول شيء الأمر الثاني يمنح مبلغ نقدي مقابل قيمة خمس سنوات أنا قلت في الأول لماذا القاء الوظيفة لأنه هي النقطة الوحيدة وهي المدخل الوحيد ليتسنى للموظف أن يحصل معاش تقاعد إذا كانت له عشر سنوات فعلية حسب مدى الخمسة عشر مقانون التقاعد الأمر الثاني لماذا مبلغ نقدي إيه ليش غير خمس سنوات التي دخلت في خدمته الفعلية يمنح كذلك الموظف الذي تم اختياره في هذا مبلغ نقدي قيمته خمس سنوات افتراضية ليش قلت مبلغ نقدي وما شرينا له سنوات لأنه يمكن الموظف يكون شاري من قبل خمس سنوات فما يصير من باب العدالة والشفافية أن يكون الجميع يستفيد من نفس البرنامج فلذلك هو يعطى مبلغ نقدي خمس سنوات الموظف يقرر هل هو يروح يشتري خمس سنوات وتكون ضم الخدمة عشر سنوات أو ياخذ هذه المبلغ ويفتح به يعني أي مجال في القطاع الخاص أو يستفيد منه في حياته اليومية واضح والأمر الثالث هو بيحصل مكافأة نهاية الخدمة وكذلك مكافأة التقاعد نعم نعم الآن يعني بالنسبة للآليات آليات تقديم طلب التقاعد الاختياري ما المطلوب من الموظف خاصة أن تم تحديد فترة زمنية هي تتراوح من 9 أكتوبر إلى 8 نوفمبر للتقدم طبعا التقاعد الاختياري ما هي الآليات كيف ستكون الإجراءات وبالمناسبة لماذا تم تحديد هذه الفترة البعض يسأل اي نعم هو فعلا تم تحديد التقديم الطلبات لمدة شهر واحد من 9 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2018 والحمد لله بفضل الله تم تدشين الموقع الساعة الثانية عشر البارحة وكاننا في اختبار البارحة نشوف يعني نخلي ناس تدخل تشوف استمارة الدخول في خلال أربع ساعات ونص اللي دخلوا 45 وواحد يعني يشوفون يعني يشوفون البرنامج وهذا شيء محفز بالنسبة يعني حق البرنامج لكن إلى اليوم نحن نكلمك للساعة الثانية عشر اليوم اللي تقدموا فعلا 1764 الشروط للتقديم هو بيكون التقديم من البارحة إلى 8 نوفمبر بعدين وهو بيكون عن الخدمة المدنية نحن بنفرس الطلابات ونشوف اللي تطبق عليه الشروط ثم بنرسلها إلى الجهات المعنية كل واحد إلى وزارته الوزارة المعنية والجهة الحكومية المعنية بتنظر إلى جميع المتقدمين وتبدأ رأيها وترسلها إلى الخدمة المدنية ومن بعدها بالتشاور مع الوزارة في إصدار تغرير نهائي عن قبول الموظف أو عدمه لأنه كذلك من أهم من أهم مبادرة هذا المشروع أن الخدمة المقدمة من الدولة إلى الجمهور أن لا تتضرر بعد أن نحافظ على كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة للجمهور وبعدين الموظف سيحصل من الجهة الحكومية على الموافقة أو عدم الموافقة لكن سيكون آخر يوم الموظف يحصل على الموافقة هو 28 فبراير 2019 نعم نعم الآن يعني ما هو عدد الموظفين المؤهلين للتقدم للتقاعد الاختياري هل لديكم إحصائيات وما هي الأعداد التي تتوقعون أنها فعلا ستتقدم للتقاعد الاختياري والله هذا المشروع طرح لأول مرة لكن أنا أرى أن الموظفين متحفزين لهذا المشروع نحن مثل ما قلتك بأول مرة أن المشروع متاح للجميع والذين يعني غير متاح لهم هم الأقل من عشر سنوات ولم يتاح لهم لأنهم لن يحصل على معاش تقاعد حسب قانون التقاعد وكذا هذه هذه أستاذ أحمد هذه الشروط لكن بالأرقام هل هناك لديكم الأرقام التي تنطبق عليه هذه الشروط وما هي توقعاتكم الفعلية لمن يعني عشر بالمئة خمسين بالمئة لا لا نتوقع أن اللي ينطبق عليه من الشروط حوالي أربعين ألف موظف نتوقع يعني يعني إحصائيتي الآن إذا أشيل وظائف العليا وأشيل اللي أقل من عشر سنوات يمكن أربعين إلى ثين واربعين ألف موظف اللي موجودين في الحكومة تطبق عليهم الشروط ويستطيعون يتقدمون لهذا البرنامج نعم نعم الآن لو انتقلنا للشق الثاني من الموضوع ما هي انعكاسات التقاعد المبكر سيد أحمد على الحركة التجارية بالأخص يعني على الاقتصاد في البحرين نحن نعرف أن هناك تأثيرات ربما رح تكون على استمرارية وإدامة صندوق التقاعد هذا لا شك فيه ولكن هل الكل قادر أن يدخل سوق العمل ويعني يشارك فيه أو يقوم بإنشاء مشروع تجاري خاص أو اقتصادي والله يعني هذا الأمر يرجع إلى الموظف نفسه يعني الموظف كما قلت أنه من أهم مميزات هذا المشروع أنه بيحصل على مبلغ نقدي قيمة خمس سنوات وهو قدرنا نحن حوالي تسع رواتب إلى عشر رواتب من راتب اليوم هو الموظف يعني هو الذي يقرر هل يستخدم هذا الراتب أنه يروح يشتري خمس سنوات حتى يزيد معاشر تقاعدة لأنه إذا شار خمس سنوات بيزيد معاشر تقاعدة زيارة عشرة في المئة أو أن هذا الموظف يستخدمه يعني حق أمور الحياتية اليومية يبني شيء أو يحطها في السوق أو يفتح لمجال في ريالة الأعمال لا شك أن هذا المبلغ إذا دخل ونصب في سوق سوق البحرين لا شك أنه سيكون تنشيط للاقتصاد وإن شاء الله ويكون نمو الاقتصاد في البحرين الأستاذ أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية كل الشكر والتقدير لك على ما تفضل فيه شكرا جزيلا أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سيدة الأعمال الأستاذ أفنان الزياني أستاذ أفنان ما ساتش الله بالخير مساء النور أستاذ علي شنونك الله يسلم يا أهلا وسهلا فيك أنا راح أبدأ معاش من السؤال لأنهيت فيه الحديث مع الأستاذ أحمد ما هي التأثيرات المتوقعة على سوق العمل في القطاع الخاص جراء تطبيق برنامج التقاعد المبكر ونقل الخبرات إلى القطاع الخاص ونحن نسأل دائما هل الكل قادر نبدأ مشروع الخاص أو يعمل في القطاع الخاص سؤال جدا وديه طبعا الأماني تختلف عن الواقع وأنا عندي كلمة أوجهها لجميع المستفيدين من هذا البرنامج الطموح اللي بيحقق نقلة نوعية في سوق العمل عندنا في البحرين تواجه للشباب أو موظفين الحكومة اللي بيحصلون على مقافئة نهاية الخدمة ويبقون يستثمرون مدخراتهم في أن يفيدون مشروعهم أن يفيدون صح في أن يستثمرون وقتهم ومالهم في تطويق قدراتهم الذاتية والتأهيل للأمل الحر عن طريق الالتحاق ببرنامج مثل برنامج النموذج البحرين لريادة الأعمال من خلال نيدو والاستفادة اللي كذلك بيمثلهم أن يستفيدون من كل برامج تمكين لدعم رواد الأعمال ودعم المؤسسات فغير متوسطة وكذلك برنامج تمكين الإرشاد لرواد الأعمال والانضمام للجمعيات لأننا مثلاً نخلال جمعية سيدات الأعمال على سبيل المثال أي وحدة اللي تتخرج من مشروع نيونيدو أو برنامج نيونيدو ريادة الأعمال اللي هو نموذج البحرين من ريادات الأعمال ستحصل على عضوية مجانية لمدة السنة فتعطيها فرصة للتشفيك والاستفادة من جميع البرامج اللي فيها دعم القدرات الداطية لأضوات الجمعية نفس الشيء بالنسبة لجمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الكنسير من البرامج فهذه فرصة لهم أن يستفيدون إن كانوا يدخلون العمل الفرصة يدخلون بالطريقة الصحيحة وما يستمفدون مدخراتهم عن طريق التجربة والخطأ والصواب إلى حج ما يستمفدون إنهم يستفيدون من خلاصة الخبرات جميل الآن يعني جزء بالنسبة لللي بدخلون عن القطاع الخاص كموظفين تفضل يمي كلمة للجماعة اللي في القطاع الخاص وكذلك هما اللي بدخلون استفيدوا كذلك من البرامج تمكين الموجودة لدعم توظيف البحرينيين وكذلك لتدريب البحرينيين داخل وخارج البلاد علشان أحنا في الأخير كلنا كبحرينيين نسعد شيء واحد زيادة الانتاجية وزيادة الكفاءة فإذا كان هما استفادوا من هذه البرامج وزادوا من قدراتهم بسرون هما يعني ما بيحصلون أي مشكلة أن يتوظفون بالقطاع الخاص يبديهم ويبدي يأخذهم وعموما اليوم القطاع الخاص يوظف العدد الأكبر من الأمال البحرينيين قياسا بالبحرينيين يعملون في القطاع العام والقطاع الخاص يوظف أكثر من القطاع العام نعم يعني البعض قد ينتقل للقطاع الخاص للعمل في المؤسسات الخاصة والبعض قد يتحول إلى إقامة مشاريع الخاصة يعني جزء من المكافآت للمستفيدين من برنامج التقاعد المبكر قد تتحول إلى القطاع الخاص عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة نعم فهذا لا يسأل المكافين مثل من شفت الشراء الحكومي توجهها وإن قريبا رح يطبق أن في تفضيل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيكون في تخصيص لجزء من مشتريات الحكومة تخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد في تفضيل أن طارق السعر إلى فقط 10% يعطى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأولوية ولكن لازم تسجل تسجل مؤسستك وفقا للنظام الذي سيوضع ولذلك أنا أقول لكل من يريد يدخل الأمل الحر يستفيد من جميع حزمة الحزمة الكاملة للبرامج الموجودة سواء من تمكين أو من خلال الوزارات لأن هذه البرنامج تخصيص الشراء وزارة الصناعة والتجارة غايمة فلازم يستفيد منها كذلك تشوف في السياحة في قطاعات أخرى في كثير من الدعم المجلس الأعلى للمرأة يقدم لكثير من البرامج اللي يسفيد المرأة مثل محفظة صاحبة السمو الأميرة السديقة وبالتعاون مع التمكين مركز ريادات بالتعاون مع بنك البحرين بالتنمية وتمكين كل هذه البرامج لازم الشخص البحريني أو الموظف البحريني يستفيد منها لأنها لا يوضحة إلا حتى تسهل عليه جميل جميل أستاذ أفنان بوجود هذه البرامج بوجود هذه الجهات الدعمة لكن البعض يتخوف يقول هل السوق الآن مؤهل لبدء مشروع صغير أو متوسط؟ يعتمد الله يسلمك اختيار المشروع لذلك أنا أقول لما يروح برنامج مثل نموذج البحريني لرياضة الأعمال يكون فيه ميسرين من ضمن البرنامج واستشارات تخليه يأخذ فكرته اللي هو يريدها وتساعده شلون يعمل خطة في العمل بطريقة تبينه على الورق إذا كانت هذه الخطة راح تنجح ولا لا بدل ما يروح يجرب في الواقع ويختر مدى خراثه فخليه يشتغل بطريقة مهنية وحركية ويستفيد من الخبرات الموجودة فهذا وبعدين يختار المشروع اللي فعلا فيه حاجة لا تسوق ولا يكرر اليوم كل الشي اللي لعلاقة بالأبليكيشنز اللي على التليفون والتوصيل وهذه اليوم هاي مجال ما زال مفتوح فيه مجال وفيه مجال لأن الناس تبدع وتي بأفكار جديدة تخدم احتياجات الجديدة في السوق اليوم اللي ما كانت موجودة قبل ويبدع مثلا أعطيك مثال توصيل الطلبات وغيرها حتى توصيل الطلبة لمجارة الصباح في كتير شغلات قاموا فيها الشباب والشباب ونجحوا لأنهم يا بو شي سجوا حاجة موجودة هناك حاجة موجودة انهم يتونها ففي هذه النطاق في مجال استخدام السوشال ميديا بالطريقة الصحيحة بعده بالسجلات الاختراضية لأنه توفر علم كثير من انه يروح يفتح ويدفع ايجار وكلها الامور طبعا هذي محدد بنشاطات معينة فأول هو لازم يعرف شنو يبيه شنو يجده يبزع فيه شنو اللي عنده قدرات يشتقل فيه ويطور نفسه في القدرات اللي هو محتاجها حتى يكمل وبعدين جيد بعد لو يشتار كون سنين واحد يكمل القدرات الثانية وإذا كانوا مثلا سيدات مثلا أو رجال ما عندهم تفرق كامل واحد يكون تايم شيرينج ويالآخر فيصير عندنا شخصين يساعدون بعض ويصير حتى الخطر أو تحمل الخطر أو الرزق على شخصين فحتى في برامج القروض اللي ستعطى حق الرواد الأعمال في برامج كلها تعتمد على أنك تعمل خطة أمل تدرسها قبل ما تروح على أرض الواقع وتبتشف المشاكل اللي عندك أو النواقع فيها كل الشكر والتقدير لك يبتدوا بالصح يعني يبتدوا على الطريق الصحش وإن شاء الله الله ليستوفيق وهي منظومة قاملة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص مع الناس اللي داخلين سوق الأمل عشان نرتقي بالإنتاجية في مملكة البحرين والكفاءة الأمل استاذ أفنان الزياني الحقيقة نصائح مهمة جدا وأعتقد إن شاء الله يستفيد منها من ينوي الدخول إلى القطاع الخاص بأعمالها المتوسطة أو الصغيرة كل الشكر والتقدير لك استاذ أفنان الزياني سيدة الأعمال البحرينية شكرا جزيلا الآن نلقي نظرة على أهم ما كتبه المغردون على تويتر بشأن برنامج التقاعد الاختياري لموظفي القطاع العام نبدأ بتغريدة لحازم جناحي حازم استعرض أهم مميزات البرنامج وكتب مميزات التقاعد المبكر الاختياري تصغير الجهاز الحكومي وتكميم المصروفات المتكررة وبالتالي العجز اثنين دخول سيولة إلى السوق من خلال المزايا التي يقدمها البرنامج مكافأة نهاية الخدمة الأمر الثالث زيادة نسبة التوطين بدخول المتقاعدين إلى القطاع الخاص أما الدكتور صغر آل خليفة فاستعرض أيضا أهم مميزات البرنامج وأليات عمله فكتب في هذا الخصوص برنامج التقاعد اللي تم الإعلان عنه ما راح يطلب موافقة جهة العمل والتقديم راح يكون مباشرة لديوان الخدمة المدنية معاش تقاعدي ومكافأة بشكل مباشر شكرا لقيادتنا شكرا لإخواننا في السعودية والإمارات والكويت المغرد محمد القصير أشار إلى أهمية توظيف الخبرات خبرات المتقاعدين طبعا في ريادة الأعمال فكتب محمد في هذا الخصوص نحتاج مبادرة لتشجيع برنامج التقاعد الاختياري لموظف الحكومة وإتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وتأسيس أعمالهم الخاصة وأيضا توظيف الشباب في ذات السياة غرد طارق العطوان حيث كتب برنامج التقاعد الاختياري جيد لمن يريد الحصول على المعاشي التقاعدي مبكرا وكنت أتمنى أن تعطى لصاحب التقاعد الاختياري شهادة إصدار سجل تجاري للريادة لمن يرغب وحفظ السيارة الذاتية للمتميزين في سجل ديوان الخدمة المدنية والعمل على توظيف المتميزين بالقطاع الخاص ويكون ديوان الخدمة المدنية مرجع لخبرتهم أخيرا المغرب الكويتي سعد الربيعان رأى في المبادرة فكرة جيدة وتستحق الدراسة سعد كتب مبادرة التقاعد الاختياري في مملكة البحرين جديرة بالنظر والدراسة وتبدو انطلاقة مشجعة مشاهدينا بهذا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر